أيها سيدي 8 سنين كاملة من الإنجاز الحقيقي مش هحكي لك على الاقتصاد مش هحكي لك على مشروعات قومية عملاقة مش هحكي لك على معدل النمو ولا هحكي لك كمان على مبادرة 100 مليون صحة ولا فيروس C ولا تصنيع اللقاحات ولا توزيع حقيقي للقاحات في عز عز أزمة كورونا لما كانت الناس بتلالي علشان تلاقي لقاحات في كل أرجاء الأرض ولا هحكي لك على حياة كريمة خالص لكن هحكي لك حدوتة صغيرة متعلقة بملف لا يتحدث عنه الكسيرين ملف الثقافة في مصر عشان لما يجي أقول لك 8 سنين من الإنجاز تقدر تفهمني ملف الثقافة في مصر دايما كان ملف حرج جدا دولة كانت طول الوقت بتقعد تفكر يا هل ترى يا هل ترى هو الدولة تدعم الثقافة ولا لا يجب أن تدعم الثقافة خلي بالك أن الثقافة دي شيء بالتأكيد هو من الأعلى والأكثر أهمية دائما لمستقبل الشعوب والثقافة فعلا حاجة بتصرف كتير مليارات بالمعنى الحرفي لكلمة المليارات وخلينا برضو نبقى حقيقي منطقيين أن حصل تراجع كبير جدا جدا في دور وزارة الثقافة خلال 30 سنة وبرضو ما أقدرش على الإطلاق ما كنش منصف وأقول إنه كان في بعض الأمور اللي بتمشي كويس زي مشروع القراءة للجميع أو زي دار الأوبرا المصرية لكن التراجع الحقيقي فعلا كان في قصور الثقافة ده مثلا كنا زمان نسميها قصور الثقافة الجماهرية وأصر ثقافة الطفل وما إلى ذلك وكان فيه برضو تراجع شديد جدا فيه مسألة المد الثقافي إلى المراكز والنجوع والقرى والمحافظات البعيدة عن المحافظات الكبرى نتعرف دايما فيه محافظات تبقى ذائعة الصيط وتلقى دائما باهتمام أولها أكيد القاهرة تلاقي بعدها اسكندرية ثم تلاقي أهلية منصورة ما بين قصين الغربية طنطا ما بين قصين وعند ذلك تسكت شهرزاد عن الكلام المباح اللي حصل في الثمان سنين كان ما بين إعادة فتح أصور الثقافة بعد إعادة هيكلتها والصرف عليها كما يجب والأصر الثقافة اللي كان فيه مصرح متهالكة بنا من أول وجديد المصرح واتجهز كما ينبغي أن يكون دار الأوبرا بتاعت ضمنهور اللي ما كانش حد ناء فاكر إن إحنا عندنا دار أوبرا فيه ضمنهور بالمناسبة يعني طبعا كان عندنا بس طبعا كانت نسيا منسيا أعيد فتحها تاني خلال الثمان سنين اللي بنتكلم عليهم وتبنت أصور وما بين قصين أيضا ما نطلق عليه بيوت ثقافة في كثير من المراكز المصرية داخل المحافظات المصرية المختلفة من الجنوب لحد الشمال من الشرق وحتى الغرب سينة اللي كانت طول الوقت منسية على كل الأصعيدة لكن على الصعيد الثقافي كادت أن تكون سيناء ناضبة ما فيش نشاط للوزارة هناك خالص كان وخلال الثمان سنين رجع التاني أو رجع تاني النشاط الثقافي على سبيل المثال في السيناء وبقى فيه عندي مصرح في السيناء وبقى فيه عندي فرق شغالة في السيناء وما إلى ذلك لدرجة أنه وأنا بكلمك على مسألة مثلا أصور الثقافة ودورها الحقيقة اللي بدأ ياخد زخم حقيقي خلال الفترة اللي فاتت أنه أصبح فيه عندي كمان المصرح الجوال وأصور الثقافة متجولة وما إلى ذلك مكتبات متنقلة بقت موجودة في حتة كتير ولسه هتزيد أكتر وهكذا الملف بتاع الثقافة في مصر تقدر تقول أنه خلال الثمان سنين دول أصبح ملف أمن قومي مصري لأنه الدولة أصبح فيه عندها وعي حقيقي خلال الثمان سنين أن محاربة الإرهاب ما هياش بس المحاربة على الصعيد الأمني يقوم بها الجيش وتقوم بها الشرطة أنه كان لازم يبقى فيه محاربة أو حرب فكرية حقيقية وبعيدا حتى عن مصطلح الحرب اللي أنا دايما نكرهه ده يبقى فيه مواجهة مجبهة فكرية حقيقية فاهتمت الدولة بدعم الثقافة قدر الإمكانيات اللي موجودة تيجي تقول لي موقدر الإمكانيات ده لسه قليل يوسف هقولك قليل على طموحاتنا يجوز نتمنى يبقى فيه عندنا دور أكتر من كده أو بالأدق يبقى فيه عندنا فلوس أكتر من كده نعرف ندعم بيها الثقافة هقولك أيوة نتمنى بس المسألة لما تيجي تشوف المنحنة بتاع الإنفاق تحديدا على وزارة الثقافة أو على الأنشطة الثقافية المصرية هتلاقي المنحنة في حالة صعود واضح له مستقر ولا هو صعود على استحياء إطلاقا صعود واضح وكبير وضخم مش بس يعني مجرد صعود وخلاص يعني ويبقى ايه بالحط أرقام في الدفاتر وفي الحتة دي أنا هستأذن المشاهد أنه أنا رجل عضو في مجلس النواب ووكيل للجنة الثقافة والإعلام والأثار فأنا بشوف قدام عيني حجم اللي بيحصل من وزارة الثقافة بشوفها تقريبا كل أسبوع بشوف إحنا بيتفتح عندنا كام قصر وكم بيت ثقافة وكم نشاط مصر إلخ 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 وبنتضع قد إيه وبنترجم قد إيه وبنوزع قد إيه وما إلى ذلك فاستطيع أن أنا أبصم لك بالعشرة أنه في حجم إنفاق ضخم جدا 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 على هذا النشاط السؤال هو تفتكر ليه بمنتهى البساطة قدر أقول لك لأنه دول كانوا 8 سنين حقيقية من الإنجاز على مختلف الأصعيدة في حد هيجي يقول لك لا أصلا دول بيشوفوا على المشروعات القومية بس أنت نسيت أن الثقافة مشروع قومي يا مولانا فبيتصرف عليها الحمد لله كويس عايزين نصرف أكتر؟ آه الدولة عندها إرادة لده؟ آه بتضخ أموال لأجل ذلك؟ آه مش بس الثقافة دايما السلاح المهم بيبقى ثقافة وتعليم وهنا لازم ترجع تشوف فيه كام مدرسة اتفتحت خلال الكم سنة اللي فاتوا وتشوف كام مدرسة تم تطورها وتشوف كام مدرسة بنصق تعليم جديد زي المدارس اليابانية على سبيل المثال أصبحت موجودة ومدارس المتفوقين وما إلى ذلك مش بس كده والمدارس التقنية أو ما بين قصين لو حبيت تسميها التكنولوجية والمدارس الثانوية الرياضية العسكرية وما إلى ذلك كل ده حاجات ما كانتش موجودة يعني انت عملك سمعت عن المدارس الياباني قبل 8 سنين؟ لا سمعت حضرتك على سبيل المثال على المدارس بتاعت المتفوقين قبل 8 سنين؟ لا سمعت عن المدارس التقنية الجديدة اللي تفتح التقنية المتخصصة؟ لا ما كانش كل الكلام ده موجود كل ده حصل على سبيل المثال لا الحصر يعني جوه ملف من ملفات مشروعات كلها شديدة الأهمية رآها الرئيس بأنها مشروعات أمن قومي حقيقية ما بين الثقافة والتعليم والصحة الرئيس شاف إن ده أمن قومي ما شافش إن دي مجرد كماليات على الإطلاق أمال على سبيل المثال ليه تعمل مشروع مهم جدا زي مشروع التأمين الصحي الشامل وإحنا يمكن نتكلمنا عليه أكتر من مرة وآخر مرة كان أظن للأسبوع اللي فات لو أنا متذكر وكان فيه عندنا مجموعة من العروض المعلوماتية أو عرض معلوماتي مفصل كان عامل المركز الإعلامي المجلس الوزراء واتكلمنا على التأمين الصحي الشامل وموجود في أنهي محافظات ومرحلته الأولى إيه والتانية إيه والتالتة إيه ووصولا إلى مراحله النهائية وإنه ده هتبقى تكلفته قد إيه ولو تتذكره هرجع أقول لك الجملة اللي دايما أقولها لك تذكر جيدا إنه الرئيس مرتين في أسبوع واحد كلام ده كان الشهر اللي فات كان بيتابع بنفسه إيه اللي بيحصل في مجال القضاء على قوائم الانتظار فيما يتعلق بالرعاية الصحية المصرية مش هرجع أقول لك تاني مسألة إنه بعد الشرع عن الجميع أدخن عملية فيك يا مصر طالما أنت جوه المحافظات اللي مشمولة بالتأمين الصحي الشامل تدفع 300 جنيه ده بحد أقصى بالمناسبة ده مش دايما 300 جنيه في حاجات ببقى لاش خالص في حاجات بقى أقل من 300 بتدريج على حسب نوعية العملية بس أدخن حاجة يعني هي 300 جنيه يا هادي ومش هقول لك بس على المستشفيات الجديدة اللي اتفتحت اللي أصبحت مجهزة بأعلى التجهيزات ممكن ويمكن كان أقربها لو تفتكر معهد ناصر وإحنا كنا تكلمنا على ده وعملنا عليه تقرير شكل معهد ناصر المنسبة واحد من أهم المعاهد لأنه مش بس مستشفى هو مركز بحثي صحي شديد الأهمية فكمان التطوير اللي حصل في معهد ناصر ده كان تطوير مهم جدا جدا لأنك برضو أنت ما تعرفش كان بني آدم بيخش معهد ناصر كل يوم يا سادة الكرام احنا كان عندنا إهمال شديد في كل الملفات تمن سنين الرئيس ما وعدش فيهم بحاجة وخيبت بل بالعكس يعني خليك متذكر لما الرئيس يتكلم في أول مرة عن الملف الصحي وعد بأنه هيقضي على أمراض متوطنة وما إلى ذلك وده اللي حصل فيه موضوع فيروس سي على سبيل المثال الرئيس لما عمل المبادرة بتاعت مليون صحة واللي كشفت تقريبا لحد دلوقتي على أكتر من سبعين مليون مواطن وفا وهكذا شوف لو أنا عادت اتكلمت معاك الحلقة هتخلص ده بجد وإحنا عندنا النهار ده حدث شديد إيه ده ده أنا شايف ده الأطر الكهرباء ولا ده إيه ده أظن مش كده اللي أنا شايفهم بعيد ده آه أهو الأطر الكهربائي ده لوحده حدوتة بالمناسبة وعندك أطر فائق السرعة وانتوا عارفين القصة اللي معروفة جدا والتي نشرت صحفيا بقوة مسألة شركة سيمينز والأطر اللي بيتعمل بالمناسبة النهار ده كنت قعد مع مجموعة من الأصدقاء كنا بنتكلم على على موضوع الأطر الكهرباء الأطر الكهرباء الجديد اللي بتعمله سيمينز ده ياخد مصر من الشمال للشرق آه أسف من الشمال للجنوب شرقا وغربا انت مش متخيل الأطر ده حين انتهاءوا بمراحله الكاملة هيعمل ايه في بلدنا ده حقيقي ترجمة نانسي قنقر